السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازايكو عاملين ايه? النهاردة ان شاء الله هنعمل مع بعض مشروع بدون رأس مال. وكمان بدون تكلفة من الزيت المستعمل اللي بنقلي منه السمك والبتنجان والكفتة والبنيه. هنعمل منه النهاردة الصابون البلدي زي ما انت شايف يا صابون الموعين. هنعمل منه كمية كبيرة جدا. لونه جميل جدا. ورحته حلوة قوي. وبص الرغوة بتاعته تحفى. زي ما قلت لك بدون تكلفة وبدون رأس مال. هنعمل النهاردة المشروع بتاعنا بطريقة سهلة جدا. يلا بينا نقول بسم الله الرحمن الرحيم ونبدأ كده مع بعض ونشوف هنعمله ازاي. اول حاجة طبعا معينا اشر اللمون. اشر اللمون انا ببقى نفرزه عندي في الفريزل. فطلعت كمية بالشكل ده ويحتاجها حط عليها مية عادية خالص من الحنفية. بعد كده حطها على النار تغلى معي لمدة خمس دقايق. خمس دقايق بس. وهطف عليها واسيب المية بلمون تبرد تماما. لازم تكون برده تماما يا جماعة. انا كنت عاملها بالليل وسبتها لتاني يوم الصبح. بدأت بقى صفيها بالشكل ده. وهاخد المية بس. وبالنسبة للقش اللمون برضو هنستخدمه وهقول لكم نستخدمه في ايه? هنا بقى هبدأ اعاير كده معاكم خمس كبيات من المية بتاعت اللمون. واهم حاجة يا جماعة زي ما قلت لكم لازم المية تكون برده تماما. اهو بالشكل ده. هاخد خمس كبيات كده حطيت تلاتة. ودي الرابعة ودي الخمسة. تمام كده? بعد كده بقى معانا نص كيلو بطاس بجيبه من محل المنظفات. بيبقى شكله بالشكل ده. ابيض كده. وخشن وعمل زي الكشور. اهو زي ما انت شايفها كده اهو. انا مقربه من الكاميرا عشان تشوفيه كويس جدا. بتلاقيه في محل المنظفات بتجيه طاني الكمية اللي انت عايزها. النهاردة انا هعمل تلاتة كيلو زيت. فالتلاتة كيلو زيت هضيف عليهم نص كيلو بطاس. طبعا لو انت تعمل كمية قلي من كده من الزيت. يعني مس هتعمل كيلو ونص زيت هتضيف عليهم ربع كيلو بطاس. هروح الجاي بقى ضيفاهم على المية باللمون. تمام? وهبدأ بقى قلبهم بس الخطوة دي لازم تقلبيها بخشبة كده طويلة. عشان خط اللمة بنضيف البطاس على المية بتلاقي طبعا في ابخرة تلعت كده. وكمان بتلاقي الخليط سخن معاك جدا اكنك حتى مية مغلية. فلازم تاخد بالك من الخطوة دي. ات ممكن تتلسعي لقدر له. فالافضل انك تقلبي بعصاية طويلة كده بالشكل ده. هي بس الخطوة دي بس. هي بس الخطوة دي اللي ايه يعني تخلي بالك منها كويس جدا. فبس مش تلسعي. هقلب بقى البطاس لغاية لما يدوب معايا تماما. وبعد كده هسيبه زي ما هو لمدة ساعة. عشان خاطر يبرد معايا. وبعد كده نقدر بقى نضيف بقيت المكونات بتاعتنا. تمام كده? بعد ساعة بقى نرجع مع بعض ونضيف تلات معالي اشر اللمون. اشر اللمون انا اخدته ضربته في الخلاط. وروح تجاي ضيفة منه تلات معالي ازا ما انت شايفة كده. زي ما قلتلك النهاردة ان شاء الله هنستخدم مع بعض تلاتة كيلو زيت. فطبعا كل كيلو زيت عليه معلقة من اشر اللمون. هنا بقى مقلبته كويس جدا كده. هبدأ بقى اضيف الزيت. هضيف اول كيلو. طبعا لازم تصفيه. الاول كده ما انت شايفه. تمام? وروح جاي مقلبه لمدة خمس دقايق. اه. يعني خلي خلي بالك من نقطة انك لازم تقلبي بين كل اضافة التانية لمدة خمس دقايق. يعني قلبت خمس دقايق اهو. هضيف الكيلو التاني. كل ده وانت واقف في المطبخ يعني بتعملش حاجة يعني صعبة ولا كده. يعني كنت واقفة بعمل الاكل. واصنعها بعمل الاكل كنت شغالة في الصابون. اهو زي ما انت شايفة كده. انا ايدي مش لمست حاجة ولا جيت جنب حاجة. بس عادي حتى لمست يخسليها. فيش مشكلة يعني. تمام? اهو. حاطيت الكيلو التالت. واروح جاي برضو ضربوه. بالشكل ده لمدة خمس دقايق. خمس دقايق دي سهلة يعني دو انت واقفت كده على طول تقليبتين يعني مش قضية. ماشي? هنا بقى نبدأ نضيف بقى تلات معالق ملح. المعلقة الكبيرة على شكل هرم. مالياها بص ازاي? تلات معالق. وبرضو حاجة مقلبها تاني. تمام? الملح والسكر حاطيتهم ورا بعضة على طول. يعني ما اخدتش بينهم وقت. كانوا ورا بعضة على طول كده. ده تلات معالق سكر. بصي بقى الملح والسكر بقى يعملوا ايه تلوقتي في الصبون? هيخليه الصبون يربط. زي ما انت شايفة كده بصي? اهو. ربط ازاي معنا? رأى وربط وتقل. كده خلاص الصبون بتاعنا جاهز. هنضيف عليه حاجات بسطة جدا. طبعا آآ مية الموارد موجودة في كل بيت. هحط منها اربع معالق بتديرها حلوة او للصبون. وكمان هضيف تلات معالق جرسلين بالمعلقة كبيرة. طبعا الجرسلين ده موجود في كل بيت. ولو مش موجود عندك في البيت هتلاقيه في الصيدلية. وهنا ضيفت كيس برسيل سايب. البرسيل السايب ده وبيتديرها حلوة او للصبون. واخر حاجة معانا الخميرة بتاعت الصبون. ايه هي الخميرة بتاعت الصبون دي? اللي هي كباية الصبون سايب. كباية الصبون السايب ديت هي دي الخميرة بتاعت الصبون. طبعا انت لو حابة تضيفي اكتر من كباية تمام. فيش مشكلة. انا ضيفت كباية واحدة بس. هقلبها بالشكل ده كويس جدا كده. وطبعا بعد ما قلبتها. هفضل اقلب كده لمدة ساعة. بس طبعا هرايح ايديا شوية وارجع تاني كده. كل شوية اقلب شوية وارجعي من رياحة اقديا لمدة ساعة تقليب بالشكل ده زي ما انت شايفها. كده خلاص الصبون بتاعنا جاهز وبقى زي الفل خلاص. ابدأ بقى حطي في في القالب او في الصينية او حسب اللي انت هتحط فيه. ويس بيه ينشف لمدة ساعة وبداي بقى الطعي. انا بقى بحب اضيف مكون تاني كده. لو انت مش حابة تضيفيه خلاص تمام. انت كده خلاص الصبون بتاعك جاهز. حابة اضيفي زي ما انا اضيف كده. شوفي كده انا هعمل ايه? وان شاء الله برضو يعجبك. هضيف ايه بقى? هضيف كبايتين دقيق. طب انا ليه ضيفت دقيق? الديق بيدي ما المس حلوة او للصبون. تمام? وكمان بيتقل الصبون معي بسرعة عشان احنا في الشتة. فالصبون بياخد وقت لما ينشف معي. فانا بحب اضيف كبايتين الدقيق دول. هينشفوه بسرعة كده معيك وما ياخدش وقت. يعني في يومين تلاتة هتلاقيه نشف معيك وبقى جاهز. هنا بقى جبتي بقى كيس حطيته على الصاج عشان خاطر طعمش عايزة بهدل الصاج. ويروح تجايه حطى كمان ورق زبدة كمان عشان يحميه. وبعد كده روح تجايه بقى حطى الصبون بالشكل ده وفردته. وهبدأ بقى قطعه. اول ما تلاقيه بقى ايه? مسك شوية نفسه كده يعني هتلاقيه من مسافة خمس داشن حطينا عليه دقيقة هتلاقيه بدأ امسك نفسه. تمام? هروح تجايه بقى قطعه بالشكل ده. لو هو من غير دقيق هيقعد ساعة كده لما يمسك نفسه بالشكل ده. فمفيش مشكلة ده او ده كده كده الصبون هيمسك معاك بس ايه بيفرق في الوقت. سبته بقى لمدة يوم ونص كده. ومشاء الله كان ناشف معايا بالطريقة دي زي ما انت شايفة. ما خدش مني وقت خالش ان ينشف. التاني بقى لمحطتش الدقيق هيغض منك وقت شوية يعني مدة اسبوع لما ينشف معاك. اسبوع هتلاقيه جاهز معاك وبقى زي الفل بالشكل ده بالزبط. يعني مش هيفرق عنه اي حي وقتعيه وكل حاجة زي كده. بص بقى نقطعته عمل ازاي بسم الله ما شاء الله. ولونه كمان حلو اول ملمس بتاعه ناعم كده. ورحته تحفى والله العظيم. بص عملنا كمية دي بسم الله ما شاء الله. ومش كلفناها اي حاجة. كل الحاجة اللي احنا حطناها موجودة عندنا في البيت. ما اشترناش حاجة مخصوصة يعني عشان خاطر ندفع غير البطاس بس هو اللي اشترناه. والبطاس عمله من اربعة لخمسة جنيه. وبص القطعة. بسم الله ما شاء الله القطعة بتاعتها تخينة. انا كان ما قطعها حيطة كبيرة يعني. اندي طبعا لو هتبيعي مش هتقطعي كده. جبت الطبقة بقى نضيف. وجبت ليفة نضيفة وكانش فيها حاجة خالص ما تشوف تاك يا نشفة. وروحت جاية اه حطت على المية ورغت الصابونة فيها. بص الرغوة بقى بسم الله ما شاء الله. الرغوة بتاعته بيضة وجميلة جدا. والله العظيم ريحته حلوة قوي. ان شاء الله هتجرب الطريقة بتاعتي وهتعجبك سهلة وبسيطة وفعلا جميلة جدا. اه اعملي بقى الكمية اللي انت عايزها وروح اتفق مع التاجر بتاع الصابون السايب. وقول له انا بعمل صابون بلدي وينفع جبولك كده. هيقولك ماشي وبعيله وربنا يرزقك يا رب يرزقنا جميعا. يا رب لوصل تحت يكون عجبتكم النهاردة وتنسوش تحطويا لايك وكومنت حلو. ويتشجعوني كده انا نزل لكم فديوهات حلوة ان شاء الله. ويجازكم الله كل خير. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.